النجاة ده من السؤال بس يعني إيه إداية للشخصية منك يعني عشان برضو لو قلتها بصيرة سؤال فهو أنتو أصدقاء في حقيبة الكلام ببعض طول الوقت بس هل محمد أنني طبعا من عافش مستعباله في إيه مستعباله ده هيبقى بتاعه في إيد ربنا طبعا بس هل محمد أنني العقلية اللي ممكن تيجي تختم حياتها في الدولة المصري ولا هو من الناس اللي عايزة تكمل في أوروبا طول الوقت لا خالص خالص عايزة تكمل في أوروبا محمد أنني وذكروا محمد أنني وذكروا تريزيجية وقالوا أنهم عاديوا عن نادي الأهلي ويشاركوا عن نادي الأهلي في كلاس علامة الأندية فكانت كل ده يعتبر كلام واكتهدات من الناس لكن محمد أنني عقليته عقلية احترافية كبيرة جدا كل السنين اللي قضاها في أرسنال وبعدين ما ننساش كمان دلوقتي أن محمد أنني عمل نادي فأنني F.C. دلوقتي في إنجلترا يعني برضو ديف حد ذاتها برضو يعني بتخيل أن محمد أنني في خلال الفتر اللي كان بيلعب كان هو ويتشكا راح وأخذوا دورات تدريبية وحتى ميكل أرتيتا ما تكلم عنه ومتكلم عنه وقال خصوصا عن محمد أنني لمحمد أنني دايما لو أنت قاعدة كريم بتتفرج مع محمد أنني على ماتش تحس أنه قاعد بيحللك الماتش ده شوف ده شوف التحرك ده شوف ده ورجل دايما قاعد عنده اللابتوب بتقعد بيقعد يفكر ويشوف طريقة لعبة لأنه خلاص الرجل اللي وقته يعني بيبصه لقدامه هي دايما إنسان الناجح أنه دايما يبصش دلوقتي لازم يبصه لقدامه محمد أنني كان أول نقطة أنه هو يبصه لقدامه أنه هو بدأ ياخد دورات تدريبية النقطة الثانية أنه هو دلوقتي عمل نادي والنادي أنا شوفته ورحت شوفت النادي هناك يعني فكر احترافي كبير جدا فأنا شايف أن إن شاء الله بإذن الله عن كل نجاح برضو فأنا شايف أن محمد أنني لو هو على صيغة سؤال اللي أنت قلته أن محمد أنني مش بيفكرش أنه هو يرجع مصر دلوقتي هو مكمل في أوروب إن شاء الله يفضل دايما سفير عظيم مصر في أوروب العلاقة اللي بينك بين محمد النني دي هي نفس العلاقة بينك بين محمد صراح أو محمد صراح العلاقة بيني وبين النني أنا في ناس يعني علاقتي بهم قوية لكن أقو حاجة النني حاجة النني وترزيجية يمكن صلاح عشان صلاح بعيد يعني صلاح في ليفربول لكن أنا طبعا بحبهم كلهم صلاح لما حصلت المشكلة الأخيرة لك كانت بينه بين يورجان كلوب دي الأجواء كتعمل زي ناس كانت بتتكلم إزاي في إنجلترا أكيد أصلا إما يكون نجم بحاجة محمد صلاح فلازم أي حاجة يعملها لازم الناس كلها هتبقى متابعة لكن خصوصا أنه كمان مش بصرف النظر عن محمد صلاح نجم كبير جدا وطبعا إحنا كلنا بنفخر بمحمد صلاح بأرقام وإحصائيات وكل البطولات اللي حصل عليها لكن لما كون أنت نجم أي حاجة بتحصل كل الناس بتتبعها وخصوصا لما تحصل مع حد كل الناس عارفين العلاقة بينكم بينه يعني علاقة صلاح بيورجن كلوب علاقة قوية جدا يعني يعتبر هو الأب الروحي يعني أما شوفنا إحنا في مباراة النهاردة إفنيسيوس كان بيتكلم عن أنشلوت بيقول إن هو الأب الروحي فهي يعتبر يورجن كلوب هو الأب الروحي لصلاح ساعد صلاح كتير جدا استفاد منه كتير جدا ويورجن كلوب استفاد من صلاح كتير جدا فكون إن يحصل موقف وخصوصا لما أنت يكون حد صديق ومقرب لك جدا لما أنت يحصل أي مشكلة بينك من أي حد دي عادية خالص لما يكون حد قريب منك فدي بتفرق كتير جدا فكل الناس بتتكلم إزاي يحصل كده وإزاي فيه ناس طبعا في صف كلوب وناس في صف محمد صلاح لكن في النهاية الاتنين طلعوا وكلموا إن هي زي أي حاجة بتحصل في الملعب والمشكلة التي تلك الخير الدوري ضاع من أرسنال ليه السنة دي؟ أنا في رأيي الدوري ضاع من أرسنال في مباراة أسنفيل يعني لو النتائج مشت زي ما هي كده لغاية نهاية البرمير ليه كان أرسنال هو بطل الدوري اللي كان فيها زميننا أيمان مصطفى عشان عارف إن هو وش حلو على أرسنال يعني جالكو لندن خلص على أرسنال كانت مباراة عادو باير ميونيخ والمباراة بتاعة أسنفيل خلص على فرقة البطولتين فهي مباراة أسنفيل دي اللي فرقت كانت يعني علامة فريقة زي الموسم الماضي كانت مباراة إيفرتون اللي خسارها أرسنال الموسم الماضي دي فرقت كتير جدا وخلته يخسر الدوري لكن مباراة أسنفيل كان واضح جدا أن اللعيبة مرهقة جدا يعني مكيل أرتيتا برضو مدرب كبير جدا أخذ خبرة كبيرة جدا من جورديولا في الفترة اللي كان معاه في منشوسا سيتي لكن في حاجات برضو أخطاء زي أنت مثلا عندك شايف اللعيبة مجهدة يعني أوديجار تلعب بيرني دي يلعب 80 دقيقة شوفنا في مباراة أسنفيل دي كان بين وايت مش قادر يتحرك يعني خلاص كان اللعيبة مجهدة جدا وأرسنال أنا شايف أن النقطة المهمة جدا لأرسنال أنه هو ما عندوش الهداف اللي يقدر يترجم كل ده زيها لو عنده مش بحجم هلند يعني حد يقدر يترجم معه مثلا هاركين مثلا عنده حد يترجم للاهداف كتفرق معاه كتير جدا بالإضافة لأن بنش ما عندوش بنش زي منشوسا سيتي لكن منشوسا سيتي كمان خبرة جورديولة وخبرة العيبة اللي معاه والبنش اللي عنده فده فرق كتير جدا مع منشوسا سيتي طيب ترجمة نانسي قنقر